السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. عايز اقول لك ان السيسي وموضوع قطع الاشجار او حملة قطع الاشجار الحملة دي يا جماعة اه شغلة بالها كتير وانا ما كناش واخدين بالنا. لكن اه ليه زادت قوي الفترة الاخيرة او احنا بدأنا نحس بها لانه تقريبا بقى يقطع كل الشجر حرفيا والشجر الكبير والشجر المعمر. انا هقول لك بقى ايه السر ده بالوسائق على فكرة مش كلام يعني حتى مش كلام مش كلام سري ولا حاجة لكن لما تعرف بقى السبب الاساسي لان طبعا احنا رحنا لسكة ان السيسي عايز يغير ملامح مصر. ان السيسي بقى عايز يدعى الحياة الخضرة في مصر. عايز يغير ملامح مصر ايا كان علشان خطر يعمل الطرق والكبار. لكن اضافة الى ده يعني اضافة الى ان هو بالفعل عايز يعمل ده. في سبب تاني بيتوافق مع عقلية السيسي اللي هي العقلية المادية. اللي هو تدفع هوريك اللي عمرك ما شفته زي ما كان بيقول قبل كده. فالفكرة هنا اه الموضوع باختصار زي ما قولك هو زاد لي بقى اه لو جيت بس بصيت كده اه في البيان اللي معاها ده هوريك بيان دلوقتي بحاج صدرات مصر من الفحم. والفحم الخشبي والاخشاب. وتصدير الاخشاب. عايز اقولك ان اه البيان اللي انت هتشوفه دلوقتي ده لاربع سنين من سنة عشرين لتلاتة وعشرين. لكن هقولك بس تحديدا خلينا كده نبص على البيان. البيان بيقولك يا سيد اهو في سنة عشرين كنا اه بنصدر بخمسة وعشرين مليون اه دولار. واحد وعشرين الانتاج بتاعنا قل فبقينا نصدر اتنين وعشرين باتنين وعشرين مليون دولار. زاد تاني بنسبة تمانية في المية في سنة عشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين مليون دولار. جينا بقى معلم السنة اللي فاتت صدرنا كام? صدرنا اتنين واربعين مليون دولار. انت متخيل? يعني زيادة خمسة وسبعين في المية. خدت بالك من رقم? في اتنين وعشرين? صدرنا باربعة وعشرين مليون دولار خشب وفحم. السنة اللي فاتت سنة تلاتة وعشرين الانتاج زاد خمسة وسبعين في المية. بقى كام يا معلم بقى اتنين واربعين مليون دولار. طيب. ده له حق بقى السيس يا معلم يمشي على كل شجرة بنفسه ويجيب ويجيبها الارض يجيبها من جدرها. صح ولا لا يا بقى الراجل ما حق بقى هو الراجل بيعمل بيعمل البلد. طيب الفلوس دي بقى يا ردي بتعمل بقى ايه? بتروح فين? ببنحسش بها ليه? طب ليه ما بيقولوش للشعب? ليه ما بيقولوش يعني ليه انت مشكلة احنا برضو ما عندش برد عالناس. يا جماعة انتو الحملة بتاعتكم بتاع التجريف الارض من اي شجر دي ليه? قولو للناس. علشان يا جماعة احنا بنصدر. خد بقى التقيلة والمفاجأة التانية. المفاجأة التانية لما تعرف ان كلومبيا منعت تصدير الفح لاسرائيل. غير بعد اقاف حربها على غزة. تمام? لازم تعرف او لازم اتمنى انك تكون عارف ان اسرائيل بتستورد من كلومبيا تسعين في المية من احتياجها بننفح. عشان طبعا تشغل بقى محطات الطقة اللي عندها. او محطات القاربة تحميل. بتخيل? تسعين في المية. تخيل بقى ما التسعين في المية دولة خلاص توقفوا عنهم. هنجيبهم منين? هنجيبهم منين? هنجيبهم منين? عرفتوا بقى الحملة بتاعت السيسي شغال. الله ينور. فحش الشجر. ليه? وعشان خاطر مين? ولمصلحة مين? دور على المستفيدة معلمه. مو الجار اولى بالشفعة. فاكيد طبعا يعني السيسي مجرور اخواله. اخواله في ديئة فلازم يوقف جنبه. هي دي كل الحكاية. فانت بلقتي الشجر بتاعك ده معلم بيتقطع وبيتلام علشان نروح اسرائيل. سليم توقف دولي.